سبيلا إلى تعزيز القدرات المعرفية للطواقم الصحية وتحسين النظام الصحي داخل المؤسسات الصحية يأتي هذا اللقاء التشاوري حول مشروع دعم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لتعزيز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والمدارية والأمراض المصاحبة لهما المنفذ من طرف وسارة الصحة ومنظمة سانتسيد ومنظمة النظراء المربون يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جهودة الخدمات الصحية على مستوى المجتمع المحلي من حيث الوقاية المشتركة التي تدمج الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الأوبية كما يهدف أيضا إلى تعزيز جهودة تقديم الوقاية الرقابة الصحية للإدارة المراعية للنوع الاجتماعي ويتدخل المشروع على مستوى ولاية ترازة في مقاطعتي روسو وكالمسين ويسعى إلى توفير دعاية متكاملة للنوع الاجتماعي في مختلف المناطق التي يتدخل فيها إن أهداف هذا المشروع تسعى إلى دعم نوعية الخدمات الصحية في مجال الوقاية من الأمراض المنتقلة جنسيا والنهوض بحقوق المرأة وتعزيز مقاربة النوع والنهوض بأداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطن تكفل التام بالنوع في مجال الصحة الإنجابية ووقاية المرأة من الأمراض ذات الصيلة بالحمل المناسقة العامة لمنظمة سانتيسيد سيدة مونيك ديلتا أكدت أن المنظمة تعمل على تعزيز النظر الصحية بشكل مستدام وفق منهجية الصحة العامة القائمة على الحقوق والمساواة بين الجنسين من خلال تعزيز قدرات الشركاء حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى رعاية صحية جيدة وخلال هذا اللقاء تابع المشاركون في هذه الورشة عرضا قدمه سيد سيد جبريل رئيس منظمة النظراء المربون يتعلق بمجالات تدخل المشروع لدعم الخدمات الصحية في مناطق نواكشورد ترارزا وداخل تنوذيبو بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية على مستوى المجتمع المحلي ومكافحة الأوبئة تقناة الموليسانية محمد الياتمى مدينة روح